موسيقى تقام بروفات العرض المسرحي الفني النصر ساعة صبر على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون العرض من تأليف محمود عبد الكريم وإخراج مأمون الخطيب أما المصيقة التصويرية فللفنانة طاهر ماملي موسيقى نحن مثل كل سنة نبتدي عامنا بمناسبة ستة تشرين نطلق حفلة تبرعات لدعم أسر الشهداء ومنتوجه بهذا الحفل الذي سيكون يوم الجمعة بمناسبة ستة تشرين السنة غيرنا استراتيجية الجمعية انتقلنا إلى مرحلة أخرى نحن كنا نوزع مبالغ مادية مباشرة لدعم أسر الشهداء اليوم قرر مجلس الإدارة انتقال لخطوة فيها مسؤولية أكبر وتعب وجهد أكبر ولكن نتمنى يكون عطاء أكبر وهي إنشاء مشاريع لدعم أسر الشهداء اللي تأمل لهم دخل ثابت يعيشوا منهم بحياة كريمة نحن على التوازي في عنا عدة محاور نشتغل عليهم إن كان اقتصادي ولا اجتماعي ولا نفسي فبالتوازي كلهم نشتغل مع بعضهم ولكن هذه هي الزكرة السنوية اللي منحب نذكر فيها الناس ونتشكرهم إن كانوا متبرعين ولا شركاء ولا مساهمين لأنه الحمد لله كلهم يشتغلوا معنا بحماس بكل حدا بمجال تبعه ميزة هذا العرض أنه يقدم مجموعة من السكيتشات المختلفة والمنوعة التي تحاكي بطولات الجنود والمقاتلين في الجيش العربي السوري وأمهاتهم وهو يحمل رسالة تؤكد أن النصر بات على الأبواب وأن إعلانه بات وشيكان اليوم الفرق أنه نحن نقدم تحية من خلال جمعية تموز لكل أسر الشهدة وتحية لأرواح الشهدة كمان وللجيش وبالتالي أنا عندي شيء من الحزن وشيء من الأمل لأنه بالأخير أملنا وجيشنا وهذا مطلوب حتى بالموسيقى كجرعة نصر ونحن اليوم ممس بسوريا كل الدنيا صارت عم تشوف أنه سوريا عم تنتصر إن شاء الله وهذا الحكي مطلوب من الموسيقى وخصوصاً أنه المستمع والمتلقي عم يغدى بشكل مباشر يعني ما أنا مسجلة وبتلعرض مثل المسلسلات بتنعاد لا بد تصل الموسيقى بشكل مباشر هذا اليوم هو مشاركة بسيطة لنقول للجيش نحن معكم بقلوبنا أنا عاملة دور مشهيد بتعرفي مشهيد قدي يعني فلزت كبدة بس كله رخيص أمام الأرض فدماش وهداء ناو هي شغلة كتير كبيرة بالنسبة لألنا هي اللي عم تخلينا نحن نحس بالحب وبالحياة ولولاها وممكن نحن هلأ ما عم نشعر بالنصر أنا فنياً كسبانة بهذا الموضوع أنا عم بشتغل مع أستاذ طاهر وبنفس الوقت هي هاي الفعاليات اللي عم بتصير بالبلد هي لدعم لدعم المعنوي يعني والمادي لكل من اتضرر من الحرب وأولاً أسر الشهداء وهي اللي بتخلي كمان البلد تبين أنه هي عن جد عم يرجع للأمن والأمان خاصة لما عم بيكون فيه مشاركات من برجة تبع بروفات العرض المسرحي النصر ساعة صبر مؤتمر صحفي تم فيه الإجابة عما يحمله الناس من تساؤلات حول هذا العرض المسرحي وسيقدم العرض النصر ساعة صبر عند الساعة الخامسة والنصف يوم السابع من تشرين الأول المقبل ويعود ريع هذا العرض لدعم أسر الشهداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر